يا مرحبا بكم حبيبنا يسعد وقتكم يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة اول شي بعتزر منكم كتير خجلان لهالفترة الطويلة صرت معتزر منكم كتير لظروف مرأت وقطعت يعني الحمدلله رب العالمين وهلأ ان شاء الله ان شاء الله قريبا يعني فضيت ويعني المزاج صار هادي وبدون ما طول عليكم كتير نقلت من منطقة لمنطقة فكان يعني هذا الموضوع مستهلكني لفترة طويلة وهلأ ازا الله اراد يعني صارت الامور شوي يعني اهدى واركان لسه عم برتب بس يعني احسن من اول بكل الاحوال اليوم رح نحكي عن عطرين من العطور الجميلة جدا اللي جربتها ويعني لقيت من خلال التجربة يعني لقيتها انه كتير لطيفة وحابب شاركهم فيها وطبعا برجع بذكر هي اه ازواء ما تاخدوه ما تاخدوه برأي اكتر من انه كواصف واللي بحب بعدين بده ياخد ويشتريه يجرب قبل ما يشتريه لحتى ما يقول انه انغش بالرفيو او التقييم ولكن انا بقيم بناء على زوئي انا يمكن زوئي بيشبه ازواء كتيره يمكن ما بيشبه فما تعتمدوا على الرفيو بقدر ما تعتمدوا على حاستكم وقتبتكم يعني تشتروا العطر العطر رح يكون هذا الرفيو لاثنين من العطرات اللي رح احكي عنهم واحد رجالي واحد نسائي رجالي اول واحد اللي هو المنسيرا صدرات بوازة كلكن سمعانين فيه هلا بداية بدي اتشكر اللي بعتلي هذا العطر شكرا كتير وممنونكن للزوء اللي دايما يعني موجود عنكن ودايما تنتقوا الاشياء الحلوه هلا المنسيرا بتيجي بعلبة كارتون متل هيك اذا شايفينا هو عطر خشبي فاكهي حمضي يعني فيه نوع من الحموضة اللي فينا نقول انه هي حمضيات واسويتي ونوعا ما من الجلود حتى البهارات ببداية العطر طبعا الانينة تيجي سكرو يعني نقدر نلف الغطة طبعا لف مو كبس الغطة طبعا سكرو مثل ما شايفين هيك اذا بدنا نجرب العطر رح يكون ببداية العطر عطر جميل كتير هلا فيه ناس بتقول شبيه لكريد افنتوس نوعا ما من ضمن اللاين بس اذا بدنا نقارن لا مو نفسه بس نوعا ما بيروح لكريد افنتوس لوجود النوتة الفاكهية ووجود الكريد افنتوس من الاشياء الواضحة فيه اكتر اللي هو الاناناس بس هون مو ظاهر فيه ريحة الاناناس ظاهر فيه الاكتر اللي هو الكشمش الاسود ببدايته اول من رشه وبعدين تبلش الفواكه والياسمين مثل ما قلنا افتتاحيته بتكون البرجموت والليمون والكشمش الاسود والبهارات وبالوسط البتشولي والياسمين والفواكه وبالقاعدة المسك والصندل يعني خشب الصندل وطحلب السنديان والصنوبر والفانيليا هيك كان رائحته راح اتضلكم تشمو الماء الشرقي لوجود الصندل والبهارات بهذا العطر بشكل واضح وسعره تقريبا بحدود مية وسبعين اورو يمكن تخدوه باقل من هيك بشوي هاي الازازة المية وعشرين ميلي والسعر ما تعتمدوا عليه لانه بيختلف من بلد لبلد او اذا كانت المحلات عاملة سيل يعني بتدره ممكن تخدوه باقل من هيك هذا بالنسبة للمانيسيرا سدرات بوازه عطر جميل بيستهل تجربة يلي حابب بيجرب نفس اللاين او شي شبيه من الافنتوس طبعا من ضمن العطور اللي بتذكرني فيه لهذا بس هذا الطف ونوتاته او ريحته انقى بيذكرني بعطر ليبي وبيذكرني بعطر الرمز اللطافة من رصاصي اللي لونه اسود والمورانو والكتير من العطور اللي قلدت لكريد افنتوس بس برجع بقول هذا مو كتير شبيه بالافنتوس يعني يمكن يكون 30 الى 40 بالمئة لحتى يمسك نفس الدي انا اي طبع العطر هيك كان بالنسبة للمانيسيرا سدرات بوازه من العطور اللي فاجأتني كتير اللي هو الباد ديزل انتنس فاجأني بصراحة انه ما توقعته بهذا الاضاء الضخم والسبات العالي هو عطر نسائي ممكن يتراوح سعره بحدود 85 اورو بس بصراحة عطر يعني جبار وقوي بالنسبة للسبات يلي بحب يجرب او بحب نفس اللاين تبع الباكوروبان الوان مليون او البرزاتشي ايروس بيعطي على نفس النوتات تقريبا او بنفس الجبروت او القوة كمان عطر متل ما قلت لكم نسائي خلوني بس لحتى اقدر قلت لكم على نوتاتو سعره 85 اورو ويفتتح بالزهور البيضة والبهارات المنعشة والبرقاموت وجوز الطيب والقرفة وفي قلب العطر الكافيار طبعا تعرفوا ريحة الكافيار ممكن يكون زنخة بس ما يعني ما قدرت تقفر على الريحة حتى وقت يهدد العطر بس هو عطر جبار وقت يهدد بظلوا مستمر وثابت يعني حتى كنت برفقة احد اصدقائي وكنت حاطت منه العطر لانه عفوا لانه قلت لكم يعني اعطيته شوي من انه بيشبه الباكورابان وان مليون او البرزاتشي ايروس رايح لنفس اللاين بس انا ما عشان ميت الكافيار فيه ولكن اداءه جدا جدا ممتاز يمكن يمكن الستات اللي بتحب العطور الهادية ما تحب تروح له ولكن اللي بتحب الاستمرارية بالعطر والسبات هذا عطر كتير بنصح فيه وفي قلب العطر مثل ما قدت لكم الكافيار وقاعدته التوباكو الابيض هو التوباكو يعني والنوت الخشبية هيك كانوا هول العطرين لليوم واحد رجالي واحد نسائي بتمنى يعني كون استفدتوا من هذا الفيديو ويعني كان الاكتر انه انا بدي اعبركم عن اشتيائي ورجعتي اذا الله اراد للكم نكون هكلنا مع بعض ونرجع يعني اكتب اكتر من اول ويمكن هلأ بس ارفع الفيديو يا انه البس المباشر بيصبقوا بحبتي للكم كتير كبيرة كونوا بخير وبامان الله اشتركوا في القناة